أيضا اليوم تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة تعالوا مع حضراتكم نتابع أيضا هذا التقرير قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية اشتركوا في القناة كما تفقد سيادته منطقة ملاعب التدريب والاستاذ الرياضي سيادتك مشرفنا في الاستاذ الرياضي المنطقة يا فنم على مسطح 1115 فدان بجمال 15 منشأ بجمال نسبة تنفيذ المنشآت يا فنم بلغت 91% تاريخ النهو المخطط إن شاء الله يا فنم 306 طيب هو دي المنشآت اللي انت بتزورها تماماً دي كده تماماً أنا شوف والتحدي بتاعنا إن احنا نخرج من هنا تماماً على شهر السبعة تبادي بإذن الله يا فنم قبل العيد إن شاء الله كبير فنم كل منشآتنا إن شاء الله نهوها في المياه فنم وجهزة للتشغيل إن شاء الله شكراً شكراً وشاملت جولة السيد الرئيس كذلك المبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوية وكذا المستشفى سيادتك بتشرفنا في القطاع الثالث اللي بيشمل كليات الدفاع الجوي سيادتك موجود في النقطة أمام قبة التنشين نسبة تنفيذ 85% جاري أعمال رافع كفاءة التشطيبات الخارجية واستكمال أعمال نهو التشطيبات الداخلية لا قولي توقيت الله يا محمد جيداً 26 بإذن الله يا فنم هنكون نخلص كله دروس من اللي في تنشين دروس من اللي في تنشين هش كدا؟ دروس من اللي في تنشين هش كده؟ شكريين مساشفى فنم ساعة 120 سجيل تقوم منطلق أدوار دور أرضي ودور أول ودور تاني مساشفى فنم ساعة 120 سجيل محطر نهو فن إن شاء الله 15.7.2023 15.7.2023 عشر قبل كده إن شاء الله فنم هنحن تخطينا سهتخلص قبل كده أيضاً تضمنت جولة السيد الرئيس النادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية وفي نهاية الجولة شدد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع كما اطمأن السيد الرئيس على العاملين في المشروع أتكلم بين وبينك يعني في حياتناك ساني كتير يا رئيس ربنا يبرد فيك فنفسي أقود معك أنا بحبك والله هنديتك في الانتخابات الأولى والانتخابات التانية نبالش علاقة باللينا عمل لك اللي انت عايزه يا حبات يعني كتير تخبى لو بتنتخبش اسمع بس كتير تخبى لو بتنتخبش مش جيد قضية بالقضية انت انت إنسان بمصري ولو في حدا قدر عملها لك هعملها بأس بأس زيوك الكلزان طريق سلام عليكم سلام عليكم بني برصيك فيك رائيس اشكري